السينما والدراما كمان كان لها مصيب وكانت يعني حريصة على أن يكون القاهرة لها مصيب فيها ظهرت في أعمال فنية كتير طبعا القاهرة ونسها ظهرت أحياء القاهرة سواء الأحياء القديمة تاريخية بشكل جميل وكمان الأشكال المعصرة والتطوير اللي موجود في الأحياء الجديدة بناء على مواسم كتير في الدراما ممكن مش هنروح بعيد يعني مثلا في موسم رمضان قبل اللي فات لما كان في تصريط الضوء على ملامح القاهرة التراثية الجميلة وظهرت القاهرة بإسمها الأديم مدينة الفسطات كانت خلفية لأحداث مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي طبعا هي المدينة اللي استقر فيها الإمام الشافعي في مصر وكي بتعد أقدم العواصم الإسلامية وشفنا المسلسل طبعا في معالم كتير من ضمنها المعالم الخاصة بمدينة الفسطات في الزمن التاريخي اللي بتدور فيه أحداث المسلسل شفنا بقى البيوت والدكاكين والأسواق والحمامات ويعني ربما كان فيه إبداع وإتقان كبير جدا وكل التحية بالتأكيد اللي بيكونوا قائمين على العمليات المحكاة والليها الدكورات الخاصة بالمباني لأن فعلا بيكون نقل وتعبير عن الأماكن ده غير كمان الأماكن اللي بيكون موجودة بالفعل المتاحة أو المتحت تصوير فيها من بين مثلا العبارات اللي كانت مرتبطة بالمسلسل ترحيب أهل المدينة المصرية بالإمام الشفعي وكان بيرد عليهم يقول الفسطات منورة بأهلها طبعا المخرج محمد واطل قدم زمان مسلسل اسمه القاهرة والناس كمسلسل اجتماعي اتقدم في 84 حلقة وكان بيتناول حكايات منفصلة مدة الحلقة نص ساعة عن طبيعة العلاقات الأسرية والاجتماعية سواء في البيت أو في المدرسة أو الجامعة أو في مكان العمل لأهل القاهرة وسكان القاهرة ناس القاهرة الجمال وطبعا باعتبار أننا اكلمنا عن أغنية لعمر دياب لسه من شوية عن القاهرة مش ناسيين أن عمر نفسه كان بطل واحد من أهم الأفلام اللي وثقت لها بالنسبة للقاهرة وأظهرت شكل للقاهرة في التسعينات وده طبعا كان في فيلم آيس كريم في جليم للمخرج خيري بشارة طبعا هو بيعتبر وثيقة بالفيديو لقاهرة التسعينات لأن احنا هنا بنتكلم عن القاهرة عبر الزمن منذ اختلاف الأسماء وحتى وصولا للقاهرة بنتكلم عن أشكال مختلفة وجميل جدا الحاجات اللي بنقول عليها أن يكون في أعمال درامية والأعمال الدرامية الحديثة اللي بتستعرض القاهرة وجمال القاهرة والقاهرة في صورتها الحقيقية مش مجرد أن أنا أجي وصور بعض الأماكن في القاهرة بعد كده أرجع أقول والله أصل ده الواقع لا الأمور دلوقتي اختلفت تماما صور القاهرة بقى بعد ما كان في وقت من الأوقات بيكون فيه سرد لبعض الأماكن وصور لبعض العشوائيات لو صورت دلوقتي مش أطعف تلاقيها من الأساس فلازم أن احنا نوصق الحقيقة الموجودة حاليا وجمال القاهرة شفنا الحياة في الفيلم اللي بنكلم عنه بالعمر دياب في التسعينيات لما الكافيتريات والأكلات بقى الموضوع كان بادئ في بداية وبداية انتشار مطاعم الوجبات السريعة نوادي الفيديو والفنادق نادق موديلات العربيات والأوتوبيسات اللي لما بنشوف بعض الأفلام كده والشوارع والإعلانات اللي فيها نستلجية في حد ذاتها خيرا طبعا يعني بنختم فقرتنا مهما قلنا ومهما سمعنا وشوفنا مع بعض أعمال ومشاهد بالتأكيد هنأثر في حق القاهرة والناس القاهرة ولكن بالتأكيد لازم أن احنا نتذكر دايما القاهرة اللي عايشة في قلوبنا وإحنا عايشين فيها وفي مصر كل سنة والقاهرة وناس القاهرة طيبين بنسها يا رب وأهلها إن شاء الله وكل سنة ومصر كلها بخير وصحة وسلامة